الأخت تسأل عن عمل الأخ هيبقى يعني كما قالت أو كما فهمت من سؤالها سيكون أو سيفتح مكانا أو مكتبا أو شركة أو محلا إلى غير ذلك ليشترك عنده من سيتعاملون مع النت مع وصلة النت وذكرت بأنها تستخدم بأنه يستخدم للشبكة استخداما ليس جائزا أما استخدامه هو للشبكة استخداما لا يجوز بمعنى أنه يدخل على بعض المواقع الإباحية فهذا حرام فهذا حرام وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعلم علم اليقين أن إدخاله لصور الزنة بهذه الصورة الفاضحة وبهذا الشكل الذي لا خلق فيه ولا دين ولا حياء عليه أن يعلم أن هذا إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى سيكون سببا من إسباب فقره وهلاكه في الدنيا والأخرة إن لم يتوب إليه تبارك وتعالى فأنا أعجب لأناس يأنسون بالزنة أعجب لأناس يقضون الليلة مع أفلام الزنة وأفلام الإباحة وأفلام القذارة والدعارة أسأل الله أن يسطرنا في الدنيا والأخرة وكذلك إن كان عمله بهذه الكيفية يمهد السبيل والطريقة للدخول على هذه المواقع الإباحية فهذا أيضا حرام والمال الذي سأدخل إليه من هذا حرام أما إن كانت الوصلات عادية فهو ليس مسؤولا عن استخدام العميل لهذه الوصلة في الحل أو الحرمة ليس مسؤولا عن هذا أمام الله تبارك وتعالى أما إن كان يعلم أنه سيوصل هؤلاء بطريقة أو بأخرى لبعض المواقع الإباحية أو لبعض المواقع الخبيثة حتى الفكرية المنحرفة إن كان يعني يهيئ ذلك ويسر ذلك فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان أما إن كان اشتراكا عاما وهو ليس لا يعرف إن كان هذا سيستخدم الشبكة في هذا المجال أو في ذاك فأصل عمله جائز أو مباح ولا حرمة فيه لأنه ليس مسؤولا عن استخدام كل من يتعامل مع الشبكة بالحل أو بالحرمة كهذه الشاشة التي أمامكم الآن ترونني فيها من الجائز الآن أن تقلب هذه الصورة التي أمامك إلى موقع آخر إلى أغنية مثلا فيديو كليب فحينئذ يكون هذا الذي ترى حراما فنحن لا نحكم بالحل والحرمة على الشبكة ذاتها وإنما على ما يبث فيها وعلى ما تهيئ إليه للاستخدام بالحل أو الحرمة كذلك الشاشة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون حلالا إن وظفت هذه الشاشة في هذا الحلال الطيب في السماع عن الله وعن رسول الله فهذا جائز بلا خلاف وإن وظفتها في المعصية لمشاهدة الأغاني الخليعة والأفلام الإباحية على أي موقع من المواقع في فضائيات الآن ولا حول لقاته إلا بالله متخصصة في هذا الوباء وفي هذا البلاء فحينئذ تكون هذه الشاشة محرمة باتفاق أيضا فنحن لا نسقط الحكم على الشاشة ذاتها ولا على الشبكة ذاتها وإنما على طريقة استخدام وتوظيف هذه الشاشة أو هذه الشبكة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه وأن يرزقنا وياكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر علي